اهلا بينكيز ازايكم وعملية نهار درجة تلكم فيديو جديد فيديو النهاردة هنكون مصممين حفلات رأييكم بقى في الستايل بتاعنا ايو شايفين شكلنا اتغير ازاي لابسين كده مختلف شوية وبس فنهاردة بقى هنكون مصممين حفلات زي مريمه قالت قبل نبدأ بقى اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة عشان قربنا على خمسين الف مشترك اه مش فاضل جدير فبس اشتركوا بقى في القناة وفعلى زر الجرس وبس خلونا نبدأ طبعا جات لنا اول مكالمة وهي اللي احنا نعمل نصمم حفلة للسنة الجديدة فنروح بقى دلوقتي البيت اللي هم طلبنا عشان نصمم لهم الحفلة جاهزة يلا يا ريمة؟ اه جاهزة اه طب فين الادوات؟ اه طب واني هيجيبها اه فين السندوق؟ اوكي هو ده السندوق اللي هنجهز بيه البيت خلاص بقى يلا نروح؟ يلا السلام عليكم وعليكم السلام انتو بقى المصممين الحفلات اللي انا طلبتوكو ايوا احنا اه تمام شكرا انتو متأخرتوش طيب كنت عايزة بقى انتو تزينوا الحديقة دي ويتخلوها كده حفلة ببنسبة سنة جديدة وكده يعني تزبطوا المكان يعني وكده يعني يكون شكله حلو اه اه تمام فهمنا اصدق تمام وهي عايزة يعني يتزينوا كده عشان برضو فيديو في جايين النهاردة عايزة المكان يعني يطلع شكله حلو احنا عندنا خبرة في المجال ده فما تلاقيش يعني وكمان بقى هنزين لك الحديقة وهتكون حلوة جدا اه ماشي ان شاء الله فهاسبكو بقى دلوقتي انتو طبعا جبتوا الادوات اللي هتحتاجوها وكده عشان تزينو اه اه احنا معنا بكل حاجة جهازة تمام اه ماشي يلا سلام اه هرجع بقى واتمنى تخلصوا بسرعة تمام ايه يلا بقى يا ريما انا اشتغل دلوقتي انا بجده متحمسة وفي نفس الوقت انا عايزة المكان يكون حلوة جدا او او انا كمان احنا خلاص جاهدنا طبعا انا جبتوا هذا الصندوق انا جبتوا هذا الصندوق ده لتilians mah losesزينه ان كانت بن хочет كمان او يلا بقى نبدء خلينا انا الاول علىعن ازينه وانا اردتب الصناهي الو logistics الي س ý After Conveneration اسفة مثل السواريخ سوف cutter كده الكاسات زبط لرت كده المكان اه هلي الترحل محتاجين ازار كريسماس ايو لا بس ماشي خلينا أحطيه هي بقى برضو صافي دلوقتي بقى هتطلع كده الحاجات اللي انا محتاجاها واعلق الزينة هعمل زينة كده دهبية عشان هتكون لايقة مع الحفلة لان الحفلة هتكون كده اغلب الالوان اللي موجودة فيها لونها دهبي ورمادي مش عارف اعلقها انا طلعت قصيرة اعمل ايه اوكي لقيت الكرسي الصغير ده خلاص احطه هنا واقف بقى ايه ده اللي بتعمليه ده يا صارة مالكيش ده قوي ريمة ومتتحكي عليها ليه طلعت قصيرة قوي ماشي يا ريمة افضلك كده اتحكي عليها زي كل مرة طب خلي بالك بس اللي تقعي لا 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 ما تقلقش انا بعرف اعتمد على نفسي ومش هقعي يعني اوبس كنت لسا بتقولي مش هتقعي يو منتعشين بتكلميني ومش واخده بقلي من نفسي اه منتلا بخاني اصلا سيبيني احط بقى الزينة الواحدة ومتبصش عليها كده وتتحكي خلاص خلاص انا سايبك ياه اللي خلاني قع اصلا قدامها شكلة توترت مهم اوكي زينا كده شكلها حلو ويهعمل كمان زينا تانية هعمل بقى من الاشكال دي يطرق اعمل شكل ايه برضو هعمل الشكل ده اللي هو الده بي عشان هيبقى لايق جدا اوكي ده شكله حل بس كده بس حسن المكان بقى اوفر شوية لا لا يعني عادي يعني حتى لو مطلعش حلو في النهاية بقى شينه خلاص بقى هنزل بقى من الكرس ده وعزين الشجرة او يطرق اعمل ايه مش يحط الكسد دي كده على الجنب دلوقتي مش محتاجه دلوقتي فمثلا نحطها هنا وهيه طلع بقى الحاجات خلينا نحط الصبغة دي بتاع الشعر على الجنب كده يبقى اي حد يستخدمها لان مش يحطها كده في الحفلة ودلوقتي بقى هبدأ انفخ البلالين ايه عشان زين كده الحتة او زين مكان يعني الدهبي وفيه باللون الرصاصي والابيض ايه حسن زينة اللي في النص دي مش حلوة مش لايقة مع المكان فاشلها خلي ريمة بقى تحط هنا مثلا مكانها بلالين اظن كده يبقى احسن ودلوقتي بقى هزين الشجرة اختر بقى الوان كتيرة بسر اختر اللون الاحمر بيبقى شكله حلو وكمان اهم حاجة اللون البنك اه اه هو ده تمام الشكل ده انا بقى عمل شوية اشكال مثلا هاختر الشكل ده تمام اللي هو على شكل رجل التلك ويحط بقى فوق الشجرة بالشكل ده اه هو فين الابرة صحيح لازم اجيب الابرة يطرق اجبتها ولا نستها اه لقيتها خلاص اه خلينا بقى اعمل شكله مثلا اه الشكل ده يبقى حلو تمام وحطه بقى على الشجرة بالشكل ده ويعمل كمان واحدة اللي هو على شكل الكوكس ده يبقى حلو وخلينا بقى احط شوية اضافات من عندي ممكن احط شوية الاسناكات دي او الحلويات هيبقى شكلها حلوة لما احطها اوكي احطها كده مثلا هنفخ بقى البلالين انا تمنا بقى اخلص بسرعة تمام اا ويمحتاجين اي كمان او البلون السوداء دي برضو شكلها حلو خلين كده احطها بالشكل ده خلين اعمل كمان واحدة باللون الرصاصي وحطها برضو وحطها برضو هنا في النص عشان حسن المكان هنا فضي شوية الحاجات بقى لانا مش محتاجها حطيتها بقى في السندوق تاني وجبت بقى هنا البلالين دي بتاع الارقام هي Europe اصلا المفروضة بصلا بلالين بتاع عده ايض الميلاد بس هستخدمها هنا وحطها كده هتكون متولت ال فين اربعو عشرين فاختار طبعا ياختار اال فين اربعو عشرين يعني اطلاع رقم اتنان لا واحد ده محتاجين اه ماشي Escortوا اتنان خلص كده جمعت البلالين اللي هي على شكل الارقام وخلاص كده جمعت الفين اروبعة وعشرين teenager مثلا رقم عشرين باللون الدهبي ورقم اربع عشرين اخليه باللون الرصاصي او الفدة يعني. فاختر اللون الدهبي. اوكي ده اسفر. لا لا احنا عايزين الذهبي. اوكي ده الذهبي. قريب جدا لللون الدهبي. تمام برضه شكله حلو مش وحش. خاصة كده عملنا الرقم اتنين دلوقتي هعمل رقم سفر. اوكي ده شكله. شكله حلو قوي لما حطوه. اوكي حطيته كده. حاطونا كده رقم عشرين دلوقتي لسه اربع وعشرين خليهم بقى باللون الرصاصي اه ده اخترت كده اللون الرصاصي هعمل بقى رقم اثنين ودلوقتي بقى حعمل رقم اربعة وحطيت هنا بقى الفين اربعة وعشرين وحلوة فكرة البللين دي صار اللي انت حططيها وعجبتك ايوة هطلعنا المشروبات بس المشروبات دي المفروض محتاجين تربيزة كبيرة عشان نحطوهم عليها خليمس المشروبات دي على جمل لغاية ما تجيب كده تربيزة نقدر نحطها هنا انت قاعدة كده بترقصي وفرحانة وسيباني كده قاعدة بعمل لوحدي لا لا كنتم اجرب بس تمام ده بقى الركن بتاع التصوير فهنحطه كده قدام يعني هنحطه هنا كده في الاول بالشكل ده بس كده البللين معددش بينه فخلينا نحط البللين هنا تمام كده بقى ظن بقت شكلها حلو هعمل بقى شوية اشكال هنحتاجها اه تمام ممكن هعمل شكل النضارة ده عشان نبقى نتصور به او هم اصلا اللي هيتصوروا بي احنا بس اللي بنزين الحفلة تماما بقى الزينة وتصميم الحفلة يعجبهم ظنو مفيش احلى من كده ماشي هعمل بقى اخر شكل اللي هو الشكل ده اللي هو على شكل الطقيق جيت بقى هنا مكان التخيم عشان اخد بقى التربيزة دي عشان احتاجها دي بقى اللي هنحط عليها المشروبات او الكسات وكده رجعت بقى تاني دلوقتي بقى نحطها يطرق نحطها فين يا ريمة خلينا نحطها او خلينا نحطها قدام ماشي خلينا نحطها هنا تمام حطاها بالشكل ده ويحط بقى عليها المشروبات اظن مش هيقض نحط الكسات هنا بقى في التراويزة او الكورسي الصغير ده انا بقول لغير مكانهم عشان يكون المكان ده يكون واسع شوية ممكن بردو تمام خلاص خطون ‫انا سعطوهم كده قدام هيكون شكلهم حلو بردو تمام حلو برضو هنا خلاص كده حطيتهم بالشكل ده وانا بقى التربيزة اللي فيها المفرقعات وكمان اللي الزمارة دي ويه دلواتي بقى اخر حاجة احطتها السجادة الصغيرة دي خلاص كده خلصنا دلواتي بقى واريكم الشكل النهائي هو ده شكل الحفلة النهائي واتمنى يكون الشكل عجبكم احنا دي نبنوا نقص كده ونسين اه اه صح نسيت المفروض ناخد فلوسنا بقى ونمشي اه اتمنى بقى يكونوا خلاصوا ترتيب الحفلة ما انت لقيش اظن خلصوا مشان راح اشوف وام الحديقة شكلها اتغير جدا وبقى المكان شكله حلو قوي يو فعلا اتغير 180 درجة يو ايه ده اه اه صارة صارة هي جد اه اه معلش اه عادي عادي فيش مشكلة بالنسبة المكان بجد اتفاجئت انه شكله حلو قوي واترتب بقى شكله اتغير يعني وكده وعجبني الصراحة وشكله انت خلصتوا بسرعة وخلاص ده بقى الفلوس بتاعتكم ده الراتب بتاعكم فضلوا شكرا شكرا هلعفوا يلا مع السلامة يلا مع السلامة اما اخد كس كده ومشرب العصير بتاعهم شكله اصير حلو ايه يلا خلاص العد التنازل هيبدأ وخلاص هيبقى الساعة واحدة يلا عشرة تسعة تبانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اثنين واحد كدس اتصد ملاحظا ما رأس كدى بقنا في 2024 أنا شكلها فهنا بس هقعد اعمل بصواريخ واحد اثنين ثلاثة حلوة الصورة دى ونحن كبان عايزين نتصور يلا يلا ده اح receiving this وانا هعمل كده 1 اثنين ثلاثة ويه بس كدى وصلنا حيث توقيت الفيديو تتого Barn 4 اشتركوا في القناة نشاهدكم في الفيديو السلام